أول كلمة معنا هي كلمة Features 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 دي كلمة جديدة علينا اسمها إيه؟ اسمها Features نقول كذا مرة Features Features يعني ملامح أو معالم ملامح أو معالم يبقى ملامح أو معالم اسمها إيه؟ اسمها Features Features بعد كده عندي كلمة Opinion 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 يعني رأي Opinion يعني رأي بعد كده كلمة Traditional يعني تقليدي الكلمة دي أخدناها تقريباً في سنة خمسة اسمها إيه؟ يعني تقليدي يعني مهارات يعني مهارات بعد كده عندي كلمة يعني غير رسمي يعني غير رسمي يعني الحاجة الرسمية بنقول عليها فورمال يعني رسمي إنما حاجة كده ودية ما بين الأهل والأصحاب بنقول عليها إيه؟ إنفورمال يعني غير رسمي بعد كده فلوكا اللي هو القارب أو الفلوكي يعني اسمها كده اسمها إيه؟ اسمها فلوكا بعد كده يعني في نهر النيل أو عبر نهر النيل يبقى نهر النيل اسمه ريفر نايل ولازم ياخد قبله ذا نقوله مرة تانية يعني ملامح أو معالم رأي تقليدي مهارات غير رسمي فلوكا اللي هي الفلوكا on the river nile عبر نهر النيل أو على نهر النيل sailing boat sailing boat sailing boat يعني مركب للإبحار مركب إيه؟ مركب للإبحار يعني مركب شراعي للإبحار sailing boat magical 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 يعني سحري أنا عندي كلمة magic يعني سحر فmagical سحري root root يعني طريق root يعني طريق كلمة sail ده verb معناه يبحر sail يعني يبحر أو لو قلنا مثلا sails sails اللي هي الأشريعة بتاعة البوت الأشريعة بتاعة السفينة اللي بتساعد على sailing على الإبحار on a single day on a single day يعني في يوم واحد يعني يوم واحد ويوم فرضاني كده بقول عليه إيه؟ on a single day mood mood يعني مزاج mood يعني مزاج أول my mood today is god يعني مزاج النهاردة مال ومزاج النهاردة good كويس amazing amazing يعني مدهش أو مذهل أو رائع يبقى ده كله معاني لكلمة amazing بعدين كلمة gently معناها إيه؟ معناها بهطف أو إيه؟ أو بطريقة لطيفة gently يعني بلطف أوكي يبقى sailing boat قارب للإبحار magical يعني سحري root يعني طريق sail يعني يبحر أو شراع on a single day يعني في يوم واحد mood يعني مزاج amazing يعني مدهش أو رائع gently يعني بلطف beautifully يعني بجمال beautifully يعني بجمال beautiful يعني جميل وهنعمل إيه؟ هنضف لها l y فكده بقت adverb adverb يعني إيه adverb adverb يعني حال أو ظرف هنستخدمه علشان أوصف الفعل تمام؟ ودي هناخدها النهاردة دي قاعدة النهاردة الفرق ما بين adjective بيبقى beautifully يعني بجمال أو بطريقة جميلة great pyramid great pyramid هنعرفين أنه pyramids يعني الأهرامات great pyramid يعني الهرم الأكبر great pyramid الهرم الأكبر peaceful 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 يعني مسالم أو هادئ peaceful يعني إيه؟ يعني هادئ أو مسالم بعد كده ood 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 اللي هي آلة العود اللي هي إيه؟ musical instrument آلة موسيقية اللي هي ood العود بعدين عندي awesome أو wonderful awesome أو wonderful هما الاتنين مساوين برضو لكلمة amazing يعني ممكن أقول الشئ ده ماله awesome أو wonderful أو amazing أي واحدة في الثلاثة دول تمشي بعد كده on board on board on board يعني على ظهر أو على سطح السفينة بنقول عليها إيه؟ on board on board arrows arrows يعني سهام arrows يعني سهام اللي استهم اسمه arrow والجمع arrows اللي هي السهام أقوله مرة تانية beautifully يعني بطريقة جميلة أو بجمال great pyramid يعني الهرم الأكبر peaceful يعني هادئ أو مسالم ood اللي هي آلة العود awesome أو wonderful يعني رائع أو مذهل أو مذهش on board يعني على سطح السفينة أو على ظهر السفينة arrows يعني سهام بعد كده يا حلوين هنروح لي definitions أو التعريفات وأول كلمة معانا الكلمة دي قلناها قبل كده اللي هي magical magical يعني سحري طيب in english يعني إيه سحري بيقول لي very enjoyable and exciting يعني ما له شيء ممتع جدا و exciting يعني مصير حاجة كده خيال حاجة كده إيه من كتر ما هي جميلة بنقول عليها حاجة كده ولا في الخيال يعني حلوة جدا enjoyable يعني ممتع skills يعني مهارات يعني إيه مهارة يعني القدرة إنك تتعامل مع شيء كويس the ability to deal with something well القدرة على التعامل مع شيء معين كده بس الطريقة حلوة يعني إيه طريقة محترفة دي بنقول عليها skills مهارات sales إحنا خدنا كلمة sale يعني يبحر طيب sales مجموعة طالما مجموعة يبقى هي نعم طالما مجموعة يبقى هي اسمها علشان الفرب أو الفعل مش بنجمعه فسيلز يعني الأشرعة a large piece of cloth on a boat that makes the wind push the boat يعني إيه يعني large piece large piece of cloth يعني قطعة كبيرة من القماش على السفينة بتبقى في السفينة كده من فوق عاملة زي المسلس ودي بتخلي الرياح لما الرياح تيجي بتحرك القطعة دي فبتعمل للسفينة pushing بتعمل للسفينة دفع فبتخلي السفينة تتحرك يبقى السفينة بتتحرك من خلال الاعتماد على السيلز من خلال الاعتماد على الأشرعة يبقى السيلز a large piece of cloth قطعة من القماش كبيرة on a boat على المركب وبتخلي الويند الرياح push the boat تحرك المركب